كشفت أدلة جديدة عن تورط ما يسمى بحزب الله اللبناني في الحالة المتقدمة من الإرهاب التي وصل لها الحزب ومشاركته الفاعلة مع الحوثيين في اليمن في كل مراحل وتفاصيل العمليات العسكرية منذ ما قبل عاصفة الحزم واحتلال صنعاء ثم ما بعد ذلك من عمليات وخصوصا التي تستهدف المملكة وهي نقلنا فيها كل الجنود كل المجاهدين 350 مجاهد على منطقة العمليات فيها ويكشف المقطع الذي تم تصويره في رمضان من العام الماضي العديد من المضامين التي تؤكد مجددا على تورط حزب الشيطان ومسؤوليته المباشرة في الاعتداءات التي تحدث على الحدود السعودية وكذلك دعمهم في الهجوم على المناطق اليمنية وحصار المدن واستهداف الجيش اليمني وترويع المدنيين ويظهر في الفيديو المدعو أبو صالح وهو اسم حركي يساعده اثنان لم يظهر في المقطع وهم الشيخ جواد ومهدي وقال أحد الحاضرين ممن يتلقون الدورة أن هؤلاء المدربين تحملوا المشقة لكي يصلوا إلى اليمن رغم إغلاق المجال الجوي ويقدم المدعو أبو صالح دورة من إعداد فرع تابع لحزب الله اللبناني وتعنى الدورة بتأهيل المدربين في المستوى الأول ما يعني أن الدورات تقوم على مستويات عدة للمدربين وغيرهم وينتقل المدرب إلى محاور عديدة منها كيفية الإغتيالات والعمليات التي أسماهت استشهادية على حدود المملكة وكذلك في الرياض وفي اعتراف آخر يكشف المدرب أيضا عن عملية نوعية وخاصة يجري الترتيب لها دون أن يوضح نوعيتها للحوثيين معه قائلا أن هذا لا يخصكم وعلى المستوى الميداني ينتقل المدرب إلى الخطط التي وضعها للحوثيين في مواجهة ما أسمى احتلال صعدة ويقصد بذلك الجيش اليمني حيث كشف لهم طريقة الدفاع عنه في من تقل للحديث بعد ذلك عن مديرية حرب وكيف خططوا لاحتلالها رغم أنه يعترف بأنها موالية للشرعية أكثر منتا عملاء وشعبا مش مؤيد لإلك بشكل كامل وكان يصف خلالها الشعب اليمني بأنهم عملاء وفاسدون في تأكيد جديد على نظرتهم الطائفية والإرهابية لكل الشعوب التي ترفض إجرامهم